يواصل الساعة بالساعة ويعبر بين دقائق الليل والنهار دون كلل او ملل والغاية النبيلة تتضح في جانبين الاول صميم عمله فهو رئيس الجمهورية العراق والعراق امانة في عنقه والثاني الوصول الى انتخابات تشريعية حرة ونزيهة طالما شابها تزوير وتلاعب في دوراتها السابقة رئيس الجمهورية برهم صالح وكما دأب منذ اللحظة الاولى لتسنمه رئاسة الجمهورية يقرب بين وجهات النظر المتغيرة ويجمع الفرقاء حول طاولة العراق وهذه المرة نزهة الانتخابات التشريعية المقبلة كانت هي الجوهر والمطلق حين التقى فخامته الاحد الموافق للثامن والعشرين من اذار الفين وواحدا وعشرين برئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق جيني نبلاس خارت وفريق المساعدة الانتخابية في العراق يونامي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي استعراض الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بالانتخابات والتأكيد على ضرورة اجرائها في موعدها المقرر والالتزامات والمتطلبات الخاصة باجراء انتخابات نزيهة وعادلة وتكثيف الجهود لاستكمال التسجيل البيوميتري للناخبين من اجل ضمان المشاركة الواسعة والتعزيز دور الامم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وضرورة المراقبة الاممية للانتخابات بما يسهم في نجاحها ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين كانت ابرز النقاط التي اكدها فخامته خلال اللقاء وذلك لادراكه بوجود حاجة ماسة لتوفير بيئة امنة ومستقرة والاطمئنان على سلامة الاجراءات المطبقة لاجراء الانتخابات والاعتماد على البطاقة البيومترية ومنح الفرص للناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط فضلا عن منح فرص متساوية للمرشحين في المشاركة والترشح ونوه رئيس الجمهورية الى ان هذه العوامل تمثل ركيزة اساسية لانجاح الانتخابات والانطلاق نحو الاصلاح المنشود ويستمر الرئيس العراقي برهم صالح في سعيه الدؤوب لحلحلة الازمات وتجاوز العقبات والوفاء بما تعهد به لشعبه في فترة مفصلية صعبة في تاريخ العراق